السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الرمان ورمان فاكهة من فواكه الجنة ومذكورة في القرآن الكريم ولها عظيم الأثر على الحامل وعلى الجنين فطبعا حلقة مهمة جدا هتستفيد جدا جدا من هذه الحلقة وهنحذر بس من حاجة في الرمان في نهاية الحلقة عشان برضو نكون واضحين لن بعض الإخوة سألوني عن الرمان وهل هناك أضرار له بالنسبة للحامل ولا لا طيب خلينا نبدأ أول حاجة بالحامل إيه اللي ممكن يعود على حضرتك بالنسبة لفترة الحمل أول هام احنا تملي من خاف دايما في فترة الحمل أن يحصل لنا ارتفاع في ضغط الدم لأن ارتفاع ضغط الدم بيقودنا إلى العديد من المشاكل بيقودنا للأسف إلى تسمم الحمل بيقودنا إلى ضعف نمو الجنين بيقودنا إلى انخفاض وزن الجنين بيقودنا إلى لقدر الله ساعات إلى ولادة مبكرة بيقودنا إلى ساعات أنك بيتي بي مؤهلة للولادة الطبيعية بسبب ارتفاع ضغط الدم ممكن الموضوع يتغير تماما فالرومان من ضمن الفواكه اللي بتنظم ضغط الدم وبتحافظ على مستوى ضغط الدم أنه ما يرتفعش ودي من الفوائد العظيمة للرومان طيب عندنا حاجة تانية الدراسات هي اللي قالتها مش العبد لله لكن أنا مجرد نقل لكم هذه المعلومة دراسات أكدت قالت أن الرومان لو تم وضعه في البرنامج الغذائي للحامل ده بيعلي جدا 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 فرصة حمايتها مش بيعلي فرصة حمايتها من الإجهاد والولادة المبكرة يعني بيحميك من الإجهاد والولادة المبكرة يكفي أنه زي ما اتفقنا أنه بيحمي من رتفع ضغط الدم اللي ممكن يعمل تسامم حمل وده اللي ممكن يعمل إجهاد ويعمل ولادة مبكرة وطبعا دي في دراسات مثبتة علمية عايز أقول كمان أنه بالنسبة للدورة الدموية أي واحدة حامل عشان تقضي رحلة حملها بشكل جيد ومتميز لازم تكون عندها دورة دموية متميزة وده بيحسن جدا اللي هو الرومان بيحسن جدا 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 من الدورة الدموية وبيحسن جدا جدا من وصول الأكسوجين والمغزيات للجنين وده اللي بيخليه مفيد جدا للجنين وهنتكلم أنه مفيد جدا جدا لحكتة حساسة جدا للجنين بعد قليل طيب الدراسات قالت كمان أن الرومان من ضمن الفواكه اللي بتحمي من السرطان لأنها بتحارب الجذور الحرة الجذور الحرة دي لو فضلت حرة كده من غير ما تتزوج بجذور أخرى فبيحصل أنها بينتشر فسادها في الجسم وده اللي بيسبب السرطانات للأسف مضودات الأكسادة هي اللي بتحارب هذه الجذور الحرة ما تخليها حرة ما بتخليها حرة لا بتقيدها فالوقاية من السرطان هو عبارة عن تقييد لهذه الجذور الحرة مضودات الأكسادة اللي موجودة في الرومان بتقضي على هذه الجذور الحرة وبالتالي بتحمينا جميعا من السرطان عافانا الله وعافاكم كمان صحة العظام بالنسبة لي الحامل وبالنسبة لي الجنين هذه الفاكهة المباركة بتحتوي عليها الكالسيم والفسفور اللي بتحافظ على صحة العظام والمفاصل وبتحميك منها شاشة العظام اللي ممكن تجيلك من رحلة الحامل لما ينقص عندك هذا العنصر اللي هو الكالسيم وهذا العنصر اللي هو الفوسفور طيب كمان الرومان من الفواكه العظيمة جدا لمحاربة فقر الدم عند الحامل وخلي بالكم حامل عندها فقر الدم بتولد عصفورة عايزة تولد عصفورة خلي عندك فقر الدم عايزة يكون حملك مهدد بالمخاطر خلي عندك فقر الدم ففقر الدم ما عايزين نقضى عليه نقضى عليه بالتغذية السليمة مع المكملات الغذائية إذا لزم الأمر والتغذية السليمة المتنوعة من ضمن الأغذية المتنوعة هو الرومان فكهة من أعظم الفواكه اللي بتحارب فقر الدم لأن فيها نسبة حديد عالية جدا وموصوفة لكل الناس اللي عندهم أنيميا اللي عنده أنيميا بيأكل رومان طيب ثانيا الجنين تعالي بنشوف إيه هو بيعمل إيه في الجنين وهي هنا المفاجأة الأكبر الدراسات بتقول إن الأم الحامل اللي حطت في برنامجها الغذائي الرومان هتولد هاي حلوة هتولد دي هتلد بإذن الله تعالى طفل عنده تحسن في الذكرة وقدرة على التعلم أفضل وكمان الدراسات قالت إن فاكهة الرومان لما بتتغذى عليها المرأة الحامل بتحمي الجنين بتاعها من مشاكل القلب اللي ممكن تحدث في فترة الحامل كمان الرومان بيقوي الجهاز المناعي للحامل ويقوي أيضا الجهاز المناعي ويبني الجهاز المناعي للجنين وفاكهة الرومان في بقى شوية ملاحظات حواليها وهنا الملاحظات دي بتكمن في حاجة معينة أول حاجة بعض الملاحظات هي بعض الملاحظات هي عبارة عن الاتي أول هام إن إحنا مش معنى إن الرومان فاكهة بتدينا هذا الكم من الفوائد على فكرة أنا اختصرت كمان بعض الفوائد الأخرى عشان الحلقة ما تطولش ولكن أخدت بس اللي ممكن تهتم بيه أنت كحامل ليكي ولي الجنين لكن خلينا نقول إنه مهم جدا الاعتداء يعني عدم الإفراط يعني ثمرة من ثمار الرومان ثمرة واحدة تكفي أكتر من ثمرة هيعد من الإفراط تاني هام مش معنى إن إحنا الرومان ناكله نحط عليه سكر لإن السكر هيسرق مننا الفوائد والفيتامينات والمعادن اللي موجودة جوه فاكهة الرومان الأمر الآخر هو أنه لا يوجد صحة لإن فاكهة الرومان تتسبب في الإجهاض لإن إحدى الأخوات سألتني ونينفع آكل الرومان في الشغل الأولى وكأن الرومان ممكن يسبب الإجهاض لا الرومان لا يتسبب في الإجهاض هذه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة ولكن مع ذلك إحنا بنقول الاعتدال مش عشان هو بيسبب الإجهاض إحنا بنقول الاعتدال لإن أولا الإفراط في تناول الفواكه هيزود عندي سكر الفاركتوز أنا مش عايز أزود عندي سكر الفاركتوز أنا عايز أخذ الفوايد وعايز أخذ سكر الفاركتوز باعتدال أستفيد منه باعتدال أخذ الطاقة منه باعتدال دون إفراط لان الافراط هيؤدي الى مشاكل اخرى ومش عايزين نضيف عليه سكر عشان برضو ما يحصلش ان احنا بوزنا داني لما بنحط سكر على حاجة فيها فايدة كاينك بتجيبي مساحة او محاية او استيكا وبتمسحي الكلام الحلو اللي انت كتبته تخيل لو كتبت حكمة وجبت استيكا او مساحة ومسحت الكلام اللي انت كتبته بالضبط جده جبت السكر حطتيها على الحاجة اللي فيها فايدة كاينك مساحتي اي فايدة بتيجي من هزي الفاكهة المباركة بعض الناس ممكن يكون عندها حساسية نحية بعض الاطعم فهنا بننوه ان ممكن بعض الناس بتيجي تقول انا لما باكل رمان بتعم وارد وده بيبقى بسبب ان بعض مننا بيبقى عنده حساسية طعام نحية كلنا على فكرة ممكن يكون عندنا حساسية طعام بس بنختلف يعني انا ممكن لما اكل مثلا البامية بتعم وده حقيقة فعلا انا لما باكل البامية بتعم اذا انا عندي حساسية نحية البامية بس ده مش معناه ان البامية مش مفيدة لا البامية فيها كم من الفوائد رهيب لكن انا كشخص ممكن عندي مشكلة مع البامية فهنا في بعض الناس عندهم حساسية نحية الرمان فبس الناس دي هي اللي ممكن يعني ما تتناولش الرمان عشان ما يتسببش هذا الامر في مضاعفات لها في فترة الحمد وبس كده بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته